مثل ما يقال عن التاريخ إنه لا يعيد نفسه فإن استنساخ التجارب مهما كانت طبيعتها لا سيما الحرب من بلد إلى آخر أمر غير ممكن ورغم محاولة روسيا نقل تجرباتها من سوريا إلى ليبيا بالاستراتيجية نفسها كما يتاهمها الأتراك بذلك وانضمت إليهم مؤخرا الولايات المتحدة فإن ملامح فشل تلك المحاولة بدأت تتكشف يوما بعد آخر بعد فرار ذراع موسكو المسلح مرتزقة الفاغنر من جنوب ترابلوس تحت ضربات قوات الوفاق وهروب بعضهم من مطار ابن وليد ولجوء آخرين إلى قاعدة الجفراء في الجنوب بعض المحللين يقارن هزيمة الروس الحتمية في ليبيا بهزيمة السوفيات في أفغانستان وأن ذلك لم يكن ممكنا لتركيا في سوريا إلا بجر موسكو إلى ليبيا وهو ما حدث من خلال زرع مرتزقة الفاغنر عملاء الروس غير الرسميين في معركة حفتر ضد الثورة الليبيا ورغم دخول الأتراك عسكريا في شمال سوريا لحماية أمنهم القومي من المجموعات المسلحة الكردية إلا أنهم لم يتورطوا في حرب شاملة في سوريا لأن موازين القوى لا تسير لمصلحتهم وليس لهم سند غربي بسبب حرص الغرب على حماية إسرائيل أما في الحالة الليبيا فالأمر مختلف فوجود روسيا في شمال إفريقيا يعرض أمن أوروبا والحلف الأطلسي للخطر وقد يضر حتى بإسرائيل لأن حماية أوروبا والحلف من شروط حماية إسرائيل وأمن أمريكا في آن واحد مما يضطر نصفهم ليكون على أقل تقدير محايدا في المعركة ولا ينحاز إلى روسيا لألا يكون معارضا لمصالحه الذاتية وبهذا التحليل يصبح ما كان تشجيعا أمريكيا لروسيا في سوريا لحماية إسرائيل وعلماني الأكراد غير ممكن في ليبيا لما يمثل ذلك من خطر على أوروبا وخاصة على الحلف الأطلسي في الأبيض المتوسط ومن ثم فما كان سندا لروسيا في سوريا يصبح سندا لتركيا في ليبيا ولئن نجحت تركيا حتى الآن في تقسيم أعدائها وتحويل موازين القوة لصالحها فإن السند الحقيقي لنجاح معركة ترابلوس ليست دعم العسكرية التركية وحده بل عقيدة ثورة فبراير التي ما زالت تقود المدافعين عنها وهي العقيدة نفسها التي ما زالت حية في سوريا رغم التكتل الدولي على خمقها منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر